الخوارج ذكر ابن أبي عاصم في كتابه السنة ذكرهم وذكر تحتهم أحاديث بواب لهم وذكر أحاديث أذكر هذه الأحاديث على وجه الإجمال والسرعة وإلا فإن بعضها إما أن تكون في الصحيحة أو في أحدهما أو في السنة ذكر رحمه الله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فارق الجماعة شبرا فمات فليس في عنقه بيعه من مات وليس في عنقه بيعه خلع ربقة الإسلام من عنقه الجماعة رحمه والفرقة عذاب من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة ورجل عصى إمامه ورجل مات عاصية من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية الخوارج كلاب أهل النار وسيأتي إن شاء الله حديث لي حول هذا الحديث طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يقولون من قول خير البرية من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر شهيدين هذا إن ضعفه الألباني لكن الهيثم في مجمع الزوائد يقول رواه الطبراني وقال رجاله وثقات إذا خرجوا فاقتلوهم من قاتلهم كان أولى بالله منهم هذه أحد ذكرها رحمه الله ترجمة نانسي قنقر